طيب نروح بقى للموضوع التاني اللي احنا نبارح الحمد لله انفرضنا به مش هتسمعه إلا مننا هنا لأن الكلام الكتير اللي بتقال بره بيبقى الهدف منه للأسف ايه بروباجند يحاول بس ايه يرسلك شوية طراب على الكريمة اللي انت بحقها والفوس بكاس السوبر فكل الكلمة اللي نبارح قلتها على موضوع تقنية الحكم الفيديو المساعد الفار وأنها مش موجودة في مباراة السوبر بمن الاهل ومباراة متزي كل ده لكن طلع كلام فارغ وخزعبلات وأجذوبة للأسف يعني انا مش عايز اقول اكتر من كده ولكن خبر في تفاصيله أجذوبة والهدف معروف منه وده انا كنت تلطع المستوى الشخص مبارح هنا لما عرضت في برنامج التانين دي قلت احنا كاعلاميين او كدورنا الاعلامي نحاول نقول المعلومة السليمة للجماهير ولكن انت كمسؤول لازم تطلع ترد على الاكاذيب اللي بتتقال دي وبالفعل الكابتن محمد فاروق طلع رده وبشكره على الهواء المباشرة انه مبارح خرج بنفسه وطلع رد وقال كمان ان المفروض فيه بيان هيصدر من الشركة المنفذة للتقنية الفار في استاد محمد بن زايد واتمنى انه يكون فيه تحرك قانوني من اتحاد الكورة تجاه من تحدث وقال ان المباراة اتلعبت بدون تقنية الفار لانه هو دايما متعود انه يقول اخبار كاذبة يعني فكرة انه هو يدعي الصدق ويقول ان انا بقول اخبار محدش يعرفها للأسف اخباره كلها كاذبة كابتن محمد فاروق طلع نافه ده مبارح وانا مبارح مش هكش في المصادر بس تواصلت مع مسؤولين خارج مصر في مسألة تقنية الفي ار عرفت عرض الكاميرات اللي كانت متوصلة بعربية الفار وقلت حوالي 20 كاميرا او 20 كاميرا بالزبط اللي التقنية تصورت بكاميرات تقنيتها 8K يعني مش HD ولا Full HD ولا 4K لا 8K والحكم الاماراتي كانوا شغالين مع الحكم الملعب الكابتن محمود البنة وقلت ان حصل تواصل في 3 اربعة لعبات والكابتن محمد فاروق طلع قال ان حصل تواصل وكان في اكتر من اللعبة كان بيتم المراجعة ولكن الناس متعودة ان الفار في مصر هنا عشان يراجع ممكن ياخد شوت بالكامل فالوضع مختلف فما حسوش ان الفار موجود لان هناك المراجعة سريعة التقنية بيتم استخدامها طبقا يعني لاحدث نظام بيستخدموا الاتحاد الدولي طبعا حصل اكتر من تعديل على التقنية في استخدام الادوات نفسها في version 5 و 4C2 1 version 1 ده اللي تنفس في كاس العالم في الدوحة فاللي بيطبق في اسيا وفي الامارات تقدر تقول ال 1 او تفاصيل معينة في version 2 لكن احنا في مصر هنا كنا شغلين على version 5 لسه السنة دي بنطور وبنوصل لل version 4 فعلى ما نوصل لل version 2 او 1 هيكون بقى على كاس العالم 2026 في امريكا هيكون هم تخطوا خطوات 3 ا4 تحديثات واحنا لسه طبعا في التحديثات المتأخرة عشان كده حتى الناس اللي بتحاول تطلع تتكلم في معلومات ما عندهش تفاصيل ما عندهش معلومات ما بتقراش ما بتتبعش لكن الحمد لله بيبع عندنا مصادر بنقول لكم التفاصيل وان بارح اللجنة طلعت اعلنت احنا اللي احنا قلناه بارح وللأسف في الاكاذيب دي هدفضل مستمرة عشان في ناس عندها غرض ان هي يعني تحدف شوية تراب كده على اي كريمة وعلى اي ترطاية حلوة الاهلي بيحققها او حتى جميل الاهلي بترسم سنفونية رائعة في الملاعب سواء داخل مصر او حتى خارج مصر اتمنى في النهاية ان يكون فيه تحرك من اتحاد الكورة بشكل قانوني تجاه الاكاذيب اللي اتقالت دي لان الاكاذيب دي هتستمر كتير خلال الفترة اللي جاي